اقر مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب جميع القرارات المتعلقة بالقانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 لقانون الضمان الاجتماعي رافضا ربط التقاعد بالتضخم لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار جاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدها المجلس اليوم لمناقشة القانون وسط اجواء من الفوضى بعد انسحاب نحو 60 نائبا من الجلسة المشتركة وذلك احتجاجا على ادارة الجلسة والتصويت ويمنح القانون المؤمن عليه حق التقاعد المبكر شريطة ان يكون قد اكمل 50 عاما على الاقل وان تكون اشتراكاته على الاقل 225 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للاناث كما يتضمن تعديلات خاصة بالتقاعد المبكر والحد الادنى والاقصى لزيادة الاعالة اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع ما بين جزء من راتبه التقاعدي واجره من العمل في حال عودته اليه ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية وتأمينات الامومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي وادراج الضمان تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية الانتزام بالتصويت على قرار النوابي او الاعياني وحدهما هو في المجلسين وليس في المجلس المشترك عندما يعادل مجلس الاعياني للنواب ليس من حق النواب ان يبحثوا الا باسرار عن قراره او قول قرار مجلس المجلس المجن duda عاميه وعندما يعودوا الى المجلس الاعياني ليس من حقه ان يبحث الا بقول قرار النواب او الاسرار على قرارN. هما عندما ينتقل المجلسات. الدستور ولا يتحدث من عبثا. لو اراد ان يكون ليجري التصويت لاستبدأ لذلك بكلمة واحدة. قال للبحث. البحث يعني الحوار والنقاج والاقتراح. وبعكس ذلك يكون هذا الاجتماع لا معنى له. يعني بإمكاننا ان نعود بالاسماء. اشتركوا في القناة